السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيح كل سنة وانتوا طيبين سنة سعيدة عليكم ان شاء الله يارب كل واحد يحقق احلامه في الدنيا كلها طبعا بما اننا احنا دخلين على سنة جديدة وسنة سعيدة ان شاء الله عليكم كلكم النهاردة جبت لكم طبعا الناس اللي عندها طاقة سلبية جبت لكم النهاردة نبات بيساعد على الطاقة الايجابية طبعا بيساعد في امتصاص الطاقة السلبية في المنزل وكمان وخاصة عند عدوث مشاحنات ومناقشات حدا طبعا الطاقة المسيطرة غالبا ما تكون ضعيفة والتيسيرة سلبي فده من افضل النباتات اللي بتخلص من الطاقة السلبية هتكلم النهاردة على نبات عصى موسى او النبات البامبو العنابية سهلة جدا اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فعل الجراز ولو اعجبك الفيديو دوس لايك وارككوا لانشارك الفيديو مع اصدقاء اصحابنا خليل كله السبب هتكلم النهاردة على نبات عصى موسى نبات من النباتات الجميلة جدا المعمرة اللي بتعيش لو انت تمت العنابة بالشكل الصحيح اول حاجة طبعا هنتكلم عن الضوء كمية الشمس اول اضاء اللي بيجب طبعا ان انت تحصل عليها لنبات البامبو هو ما بيحبش التعرض لضوء الشمس المباشر بس يجب ان فيها اماكن ضل يعني تحطه في الضل بعيد عن اماكن الشمس بالنسبة لي الري بالنسبة للماء اللي تحتاج النبات البامبو فان النبات اهم حاجة ودي يا جماعة ناس كتير جدا بتقول ليه بيصفر وليه بيتقصر اهم حاجة المية اللي نحطها ليه النبات البامبو او عصى موسى لا يحتوي على مادة الكولور او مادة الفلور الفلور مادة الكولور ومادة الفلور لان ده بيساعد على تخلي النباتة تصفر طبعا اهم حاجة كمان تقدر تغير المية كل من 3 ل 7 تيام يعني كل 3 4 5 تيام ما تحط لها تغير لها المية ليه عشان ما تعملش فيه فطريات فيه المية وتأثر وتعفن الجزور واذا انتمو نبات البامبو ما بيحتاجش اي سماد كيميوهائي يعني ما تحط لهش اي سماد هو بيهلموا لوعده فيه ناس كتير جدا بتحط البامبو فيه تربة او ساكو التربة او هل بيحتاج لساكو التربة انا بقول لا هو بيحتاج للمية بسي هو بيحتاج اهم حاجة يكون وعاء كويس يعني حاجة ممناسب على النباتة نبات البامبو او عصى موسى من احد النباتات اللي بتضيف على المنزل جمال من السكون والجمال الطبيعي نظرا طبعا للونها الأخضر وسهلة جدا وبيسموها كمان نبات الحظ يعني دي بتتسمى نبات الحظ نبات الحظ بقى في الحب والارطبات والزواج والسعادة والصحة على فكرة انا يعني ده اللي كاتبينه مش اللي انما مش انا بقول بس ده طبعا بيقولك هو بيجيب نسمه نبات الحظ طبعا ده الحب والارطبات والزواج والسعادة والصحة والحظ كمان طبعا بيساهم في توليد الطاقة الحيوية الجيدة تعمل على تنكية الهواء وده من افضل النباتات اللي بتنكي الهواء بتعمل كفلتر الهواء فتكون بسحب ساني اكسيد الكربون وتطلق الاكسجين مما يساعد على القدر على التركيز بنسبة اكسجين بالجو والمحيد فده من افضل النباتات اللي هو كمان مضقي للهواء طبعا ما بيحتاجش هناك كبيرة زي ما حكينا ونبات البامبو او العصى موسى طبعا ما يساعد في امتصاص الطاقة السلبية خاصة عند حدوث المشاهدات اللي احنا اتكلمنا فيها ناس كتير جدا بتقول لي يا محمود هل العصى موسى بتيجي من لولوة او لو زرحتها بتيجي من لولوة لا هم بيحطوها على ساق وبيلفوها وبعد كده انتو بتشوفها زي ما تكون ما بتتبع في المشاهد اللي هو في اي مكان تاني حاجة ما بيحتاجش تسميت بتغير له المي كل 3 اربح ايام اهم عاجة ما يكونش فيها كلور ولا فلوريد عشان ما تتقصرش طبعا ده من افضل النباتات اللي هو بيدي طاقة ايجابية ادعمنا بلايك وشير وشارك وكل جديد ان شاء الله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة